أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج مصداقية الكتاب المقدس وسنقوم في هذه الحلقة باستكمال ما قد نقشناه في الحلقة السابقة عن التسلسل التاريخي لمدينة طيبة ومنفيس وكيف سقطت سقوطاً عظيماً من كثرة الغزوات التي لاحقتها وهزمتها وهذا يؤكد لنا صحة ومصداقية الكتاب المقدس أهلاً بكم أعزائي المشاهدين نستكمل معاً موضوعنا عن نبوءات الكتاب المقدس مرحباً بك أستيس سامح أهلاً مدام جورت أهلاً بك تكلم الكتاب المقدس عن قيام وسقوط إمبراطوريات عظيمة وعالمية في أصحاح واحد فقط مصبوط هل توضح ده لنا؟ أهلاً ويعني كتب التاريخ المفروض كتب كبيرة ومطولة ومجلدات لكن الكتاب المقدس ده تاريخ طويل جداً زي ما حضرتك قلت في أصحاح واحد بالزرع لو المشاهد رجل إلى أصحاح اتنين أصحاح اتنين من سفر دانيال هيجد فترة كبيرة جداً بتبدأ من مملكة بابل لحد ما جيء المسيح الثاني يعني إحنا عايشين لسه في فترة هذا التاريخ والمستقبل اللي جاي برضو بيشملوا هذا الأصحاح تاريخ طويل جداً وكان في صورة حلم رآه الملك نبوخز نصر وكان الحلم عشان يفهموا المشاهدين عبارة عن تمثال مكون من أجزاء الرأس من زهب والصدر والزرعين من فضة البطن والفخزين نحاس الساقين من حديد والقدمين والقدمين بعضهم من حديد وخزف وحديد وبعد كده شاف الملك حجر قطع بغير يدين ضرب التمثال على قدمه وكل معدن التمثال بيقول صارت زي كالعصافة اللي بتزريها ريح انتهى والحجر فضل مكان التمثال وكبر وملأ كل الأرض ده كان الحلم يعني طيب ما علاقة حلم نبوخز نصر بقيام وسكوت ممالك وامبراطوريات صح سؤال الناس يقول ايه علاقة الرأس والصدر والزرعين والحجر ايه علاقة ده بالامبراطوريات يعني هو الملك لما حلم الحلم كان بيتفقل بالأحلام وطلب تفسيره وعشان كده دعا الحكماء بتوعبابل والعرفين والصحر وقلوا لي على التفسير وكانوا الحكماء دول يعني ناس استغلاليين كان يسمعوا الحلم من الملك ويقلفوا له اي حاجة وكان يغضق عليهم الملك هدايا وفلوس وحاجات كتير قوي بس المرات الملك طلب منهم طلب يختلف عن كل مرة قال لهم قلولي الحلم والتفسير كان صعب عليهم طبعا كان صعب قالولي الطلب ده ما يطلبش محدش طلب قبل كده قال لهم لا يبقى انتوا كذبين وبتكسب وقت وامر الملك بابادة كل حكماء بابل وكان من ضمن حكماء بابل كان في دانيال والفتية الثلاثة ولما جاي رئيس الشرطة ان هو ينفس فيهم حكم الملك سألوا دانيال اين الحكاية فاخبره قال له الملك حلم حلم والحكماء ما عرفوش يفسروه فالملك امر بابادة فدانيال دخل للملك وطلب وقت ان يفسر قال له اوقف الابادة دي اوقف عمل الابادة وديني وقت ان انا افسر لك الحلم والعمر لدانيال كان حلو ان هو صلى وطلب من ربنا وربنا في الحلم بالليه ارشاده ارشاده ادداله الحلم بتاع الملك والتفسير وبعد كده دانيال دخل قدام ملك وكان دانيال شخص متواضع يعني الملك بيقول له انت هتديني الحلم قال له لا يوجد اله في السماء كاشف الاسرار وهو بيّن للملك ما سيكون في الايام الاخيرة وبدأ دانيال لقص الملك الحلم بتاعه تمام طيب كيف فصر دانيال حلم الملك نبو خزنصر وهل هذا التفسير يثبت مصدقية الكتاب المقدس دانيال فصر له بعد ما شرح له الوصف اللي احنا قلناه عن التمثال الرأس والصدر والزرعين بدأ يقول له يا جلالة الملك انت هو الرأس من زهب وبعدك تقوم مملكة اصغر منك شير للصدر طبعا عايزين ناخد حاجة في مفهوم النبوة ملك او مملكة شيء واحد يعني دما يقول يا ملك انت رأس من زهب مش بيشير للملك نبو خزنصر كملك ولكن على مملكته على مملكته لانه بعدها بيقول له وبعدك تقوم مملكة ما لولوش يأتي ملك وبعدك مملكة اخرى فهي كانت هنا بتشير الى الرأس مملكة بابل وبعده بيقول له مملكة اصغر منك ماد وفارس وبعد يوم هكون مملكة اصغر اليونان والرومان ويمكن دانيال عاش في فترة مملكتين بابل وماد وفارس يعني شاف المملكتين وبعد كده جاءت مملكة اليونان اللي هي البطن والفخزين وبعد كده الامبراطورية الرومانية الساقين وبعد كده الخزف بيشير الى ايه القدمين بعضهم من حديد وبعض من خزف ودانيال فصر ان المملكة تكون منقسمة بعضها قوي وبعضها ضعيف هتنقسم المملكة وبعض اجزاء قوية وبعضها ضعيف وانقسمت فعلا الامبراطورية الرومانية بعد سقوطها الى عشر اقسام ويمكن عشر اصابع القدمين بتشير الى عشر اقسام المملكة مزبوط وحاول في الحقيقة كتير من الاباطرة والملوك والعظماء سواء بالمحاولة المصاهرة او بالحروب او بالمعاهدات ان يعيدوا توحيد هذه الممالك تاني ما ادروش لان كلمة ربنا صادقة وقالت لا يتلاصق هذا بذلك ما نقدرش نخلط الحديد مع الخزف نمزكهم مع بعض ده هيفضل جنب ده بس ما فيش امتزاج بينه كتير من الملوك والاباطرة والتاريخ بيذكر حروب اخر حرب العالمية التانية غير ان الخزف ليس بقوجة الحديد بالزبط وحتى ان هم مش هيمتزجوا ما فيش اي محاولة جات ونجحت في توحيد الممالك او النتيجة امبراطورية كاملة تحكم على الارض وكانت تواريخ الامبراطوريات اللي حكمت العالم كله كالقاتي طبعا بابل من سنة ستمية وستة او ستمية وخمسة لخمسمية وتمانية وتلاتين قبل الميلاد مادي وفارس من خمسمية وتمانية وتلاتين لتلتمية واحد وتلاتين اليونان من تلتمية واحد وتلاتين قبل الميلاد كله ده لمية تمانية وستين قبل الميلاد وبعد كده الرومان كانت من مية تمانية وستين قبل الميلاد لربعمية ستة وسبعين ميلادية وبعد كده حصل الانقسام واحنا بالطريقة دي بنعتبر عايشين في اخر جزء في التمثال بس نشوف هنا التمثال هنا لو تلاحظ حضرتك مدام جوجيت الراس والمعدن أغلى الفضة أرخص النحاس أقل الحديد أقل القيمة بتقل بس الصلابة بتزيد يعني الحديد معدن لين بس الزهب لكن الفضة أصلا منه وأقل منه في القيمة النحاس أقوى من الفضة وأقل منه في القيمة الحديد أقل من النحاس وأقوى منه فالممالك اللي كانت بتيجي كانت أقوى بس أقل غنى الغنى أقل لكن في القوة أكتر وده بينطبق تماما بدقة متناهية عن النبوة الكتاب المقدس عن هذه الممالك وصحة الكتاب المقدس أنها سردت عن قيام هذه الإمبراطوريات قبل ما تقوم يعني كانت فوق مملكة بابل وربنا أعطى قيام ممالك كتير قبل ما تقوم يمكن ده برضو بيأكد على مصدقيته بالضبط معنى هذا أنه لن تقوم مملكة أخرى بعد المملكة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها إلى أربع أقسام لن تقوم أي مملكة تحكم العالم تمام حضرتك لمحت النقطة حلوة وده يمكن بنكمل بيها الحلم لأن الحلم إحنا نتكلم زي ما قلت حضرتك أن التمثال بس ما خلصش الحلم على كده كان فيه لو تتكر مدام جرجيت حجر قطع بغير يدين ويقول ضرب التمثال وصار جبل عظيم جدا تفتت آه التمثال كله تفتت وانتهى ومعضلوش وجود تاني والحجر ده ثبت في المكان ده وكبر كبر كبر لحد ما ماله كله الأرض صار مملكة عظيمة صار مملكة وحتى دانيال فصر هذا الكلام قال يقيم إلى السماوات السماوات مملكة لن تنقرد أبدا الحجر ده بيشير إلى مملكة المسيح لما المسيح في مجيء التاني هيأسس مملكة يبقى هذه المملكة لن تنقرد يبقى إذن هذه النبوة بتوضح أن ما فيش إمبراطورية عالمية هتيجي تحكم العالم تاني ممكن تصدر قوانين عالمية ممكن اتفاقيات ممكن معاهدات لكن حكم الإمبراطورية عالمية يحكم العالم لن ننتظر قيام هذه الإمبراطورية إلا قيام مملكة الرب يسوع وده بيأكد أن نحن نعيش في الآم الأخيرة تمام الملك نبو خزنصر كان يعتقد بأن مملكة بابل وهو كان الملك لهذه المملكة لن تسقط أبدا وستبقى إلى الأبد كيف كان رد فعله عندما قال له دانيال أن مملكته ستسقط الوجد في الخرائب بتاع بابل حتى بقية من الأحجار والأثار وعليها ختم اسم نبو خزنصر وعليها كتابات بتقول أن هذه المملكة ستبقى إلى الأبد ده كان فكر الملك نبو خزنصر وفرح جدا لما دانيال بيقول له أنت هو الرأس من ذهب هو أقيم جزء في التمثال الرأس وأغلى معدن في المعادن بتاعت التمثال هو الدهب أغلى حاجة وأهم حاجة لكن حزن لما قال له وبعدك هتيجي مملكة تاني وبعدك مملكة تاني وبعدك مملكة تاني فحب الملك نبو خزنصر يعمل حاجة يثبت أنه هو مملكته هتبقى إلى الأبد وعشان كده نقرأ بعدين فأصحى ثلاثة أنه هو عمل تمثال كله من الدهب كأنه عايز يقول أنه ما فيش ممالك هتيجي بعده أنا من رأس للقدم أنا هو كل أنا اللي هحكم العالم إلى النهاية فده كان رد فعلا نبو خزنصر أنه ما فرحش أنه بعده هيقوم ممالك برغم أنه هو عمل تمثال كله من الدهب وبيقول أنا هبقى إلى الأبد لكن كلمة ربنا كانت أقوى جات ممالك بعديه وممالك بعديه وممالك بعديه وتحققت تحققت كلمة الله كانت مملكة بابل مملكة عظيمة وقوية ومحصنة جدا كيف سقطت هذه المملكة العظيمة تمام مملكة بابل كان يستحيل اختراقها يستحيل أولا قوة الجيش الأسوار بتاعتها أنا كنت قريت أن ما كانش لها صور بس كان لها صورين يعني مبنية صور وصور بيحمي صور إذا تحطم الصور الأول في صور تاني آه مش ممكن وبرضو عرض الصور كان عرض بيقول المفسرين كان بياخد حوالي 6 عربيات يعني لو 6 عربيات جنب بعض ده عرض الصور وداخل صور داخل صور فمين هيخترق مدينة زي كده لكن بيسكر الكتاب مقدس الكتاب مقدس قال أن بابل هتسقط وهيجي بعديها مملكة تاني آخر ملك من ملوك بابل نعرف أنه هو الملك بالشصر بالشصر جي آخر ليلة في مملكة بابل بيقول صنع ولي معظيمة وجامع الناس وجاب آنية الدهب اللي خدوها من بيت ربنا وشربوا فيها خمر وهو بيشرب الخمر ومبسوط هو والمعزيم بتوعه وضيوفه ظهرت يد وبدأت تكتب على حقك كلمات خلت الملك خاف وترعب ومش عارف يقرأ الكلمات دي وجاب الحكماء اقروا للكلمات دي محدش عارف يقرأ حاجة وبعد كده أمه قالت له ده كان نبوه خزنصر جدك والأبوه كان فيه واحد عظيم جدا هنا اسمه دانيال وفصر الحلم فسأل عن دانيال وقاله هاتوه جي دانيال وقراله قال له الكلمات مكتوبة منا منا سقيل وفرسا أحصل الله ملكك وأنهاه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا قسمت مملكتك وأعطيت لمادة وفرس وبيقول للكتاب أن في نفس الليلة سقطت بابك كيف سقطت بابك حضرتك سألت السؤال كيف سقطت فيه نبوه متهشة خلينا نقراها في أشعية 45 عدد 1 و 2 بيوضح المملكة المحصنة القوية دي كيف سقطت بيقول كتاب هكذا يقول الرب المسيحي هي لكورش أشعية 45 و 2 هكذا يقول الرب المسيحي لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقق ملوك أحل أفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق كانت في أسوار بابل فيه بوابات كل ليلة بتتقفل كل ليلة لازم تتقفل في الليلة اللي عمل فيها بالشصر هذه العزومة كانت جيوش مادي بتحاصر مدينة بابل من بره والأبواب تقفلت لكن في هذه الليلة نسي الحراسي في الأبواب تقفلتش وفي نفس الليلة بيوضح الكتاب دخل الجنود دخل جيش مادي وفارس واحتلت المدينة وهنا بيتنبأ عن قائد الجيش ده اسمه كورش كورش اتنبأ الكتاب قبل ما يتولد كورش بمية وخمسين سنة بيتنبأ وبيذكر اسمه وبيقول كيف دخل الأبواب لا تغلق والأبواب لا تغلق لأن الحراس ما قفلوش الأبواب وقدر يدخله ما اعتقدش فيه دقة أكتر من كده الناس تقدر ترجع لها للتاريخ الكتابي ويطبقوه مع التاريخ العالمي ويعرف قد ايه كان الكتاب صادق فينه بوقته شكرا جزيلا شكرا الحديث شيء جدا ولكن اسمح لي نطلع فاصل قصير ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير كونوا معنا ولكن لا تنسوا أن ترسلونا على بريدنا الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة عدنا عزائي المشاهدين مرة أخرى ونناقش معا موضوع تفسير النبوات في الكتاب المقدس قسامة يحتاج البعض إلى دليل مادي اللي كان يصدق حدث ما فهل يمكن أن يتوافر دليل مادي بالنسبة للكتاب المقدس آه فيه ناس كتير ما عايزة حاجة مادية ملموسة يعني لو تفتكر مدام جورجيت لما الرب يسوع قام من الموت وراحوا لتومة قالوا له المسيح قام احنا شفناه وتكلمنا معاه سكت كده وقال لهم يا جماعة لن نصدق لما أشوف أسال المسامير في إيده أحط إيدي مكان الحرب في جنبه مش هآمن كان عايز الدليل المادي عايز حاجة ملموسة يشوفها عشان يصدق بقيامة الرب يسوع المسيح والمسيح قدم الدليل المادي ما بخلش عليهم ظهر مرتين للتلاميذ مرة ظهر ليهم وقال له بيقول الكتاب أراهم يديه ورجليه وقراهم أسال الحرب في المرة الأولى ما كانش معهم تومة فظهر ليهم مرة تانية والمرة التانية كان موجود تومة واعتقد المرة التانية ظهر عشان تومة بالذات يعني ونادم على تومة قال له تعالى حط إيدك مكان المسامير حط إيدك مكان الحرب شوف جسن وشوفني إني أنا هو يعني وبالطريقة دي آمن تومة يمكن للرب يسوع قال طوبة لمن آمن ولم يرى بس ما وبخش تومة وكان ممكن يزعل ما زعلش منه قدم ليه الدليل المادي بنفس الطريقة فيه ناس عايزين دليل مادي على صدق الكتاب المؤدس فين الدليل مادي ايه الدليل المادي اللي عندكم على صدق الكتاب المؤدس فمش من الخطأ ان احنا نقدم لهؤلاء المتشككين الدليل المادي على صحة الكتاب الذي بينه أدينا ما هي الأدلة أو الدليل المادي الذي بينه أدينا الآن لكي نثبت صحة الكتاب المقدس فيه فيه أدلة مادية بس الأدلة المادية خلينا ننظمها ونقسمها إلى جزئين بتنقسم لجزئين فيه حاجة اسمها حفريات وفيه حاجة اسمها مخطوطات كيف نبدأ التكلم عن المخطوطات وهي كتابات قديمة تحوي أصفار الكتاب المقدس كله أو أجزاء منه سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد هو حضرتك المخطوطات زي ما أنت قلت هي أجزاء من الكتاب المقدس هو فيه فرق نقدر نفرق بين المخطوطات والحفريات فيه فرق بين الاثنين المخطوطات زي ما حضرتك قلت هي عبارة عن أجزاء من الكتاب المقدس بتحتوى ممكن أصفار أو أجزاء من أصفار أو كلمات قليلة أو أسطر قليلة من الكتاب المقدس دي المخطوطات إذن هناك فرق بين المخطوطات والحفريات لأن البعض يظن أن المخطوطات والحفريات هما من الأثار القديمة هما فعلا من الأثار القديمة بس لما هنتكلم بخصوص الكتاب مؤدس لازم نصنفهم يجب أن نصنفهم الاثنين أثار قديمة مخطوطات والحفريات فعلا أثار قديمة لكن المخطوطات هي أشياء متعلقة بالكتابات الكتاب المقدس نفسه يعني زي أجزاء من الكتاب نفسه من كلمات الكتاب نفسه ممكن يكون سفر ممكن يكون جزء من سفر ممكن يكون آية أو آيتين موجودين على مخطوطة قديمة تي اللي هي المخطوطات أما الحفريات فهي آثار قديمة متعلقة بأشياء في الكتاب المقدس ممكن تكون هذه الأشياء أماكن ممكن تكون أحداث ذكرها الكتاب ممكن تكون أسماء ذكرها الكتاب أشخاص والتاريخ ما ذكرش عنهم حاجة وبتيجي الحفريات دي بتثبت ما جاء في الكتاب المقدس فالحفريات هي أشياء قديمة متعلقة بأشياء ذكرها الكتاب أما المخطوطات بتكون ممكن على ورق بردي ممكن تكون على جلود حيوانات ممكن تكون على قطع خزفية أو حجرية دي المخطوطات بس تكون من كلمات الكتاب المقدس دي بنسميها مخطوطات تشوقنا كثيرا في السامة لكي نعرف عن هذه المخطوطات الحقيقة المخطوطات اللي اكتشفت زي ما قلنا قبل كده ما فيش حاجات أصلية للكتاب المقدس يعني المخطوطات اللي كتبوها رجال الله اتكلمنا عنها سابقا أن ربنا بمقاصده اللي هي أخفاها عشان الناس ما تتعبتش للأوراق والحاجات دي لكن مع ذلك في مخطوطات يمكن من أشهر هذه المخطوطات وبنلاقي في مخطوطات تاريخ هيقارب تاريخ كتابة النسخ الأصلية ففي مثلا مخطوطة مشهورة جدا اسمها مخطوطة جون ريلاند المخطوطة دي مكتوبة على وراء البردي هي مخطوطة فيها كلمات قليلة من إنجيل يوحنى بالتحديد أصحح 18 الأعداد 31 و33 ومن عدد 37 و38 أربع أعداد بس أربع أعداد هي مخطوطة صغيرة كده من وراء البردي اكتشفت في مصر في صحراء الفيوم اكتشفت سنة 35 1935 وهي محفوظة الآن في مكتبة منشستر بإنجلترا مخطوطة صغيرة جدا تعتبر من أقدم المخطوطات المكتشفة للعهد الجديد أربع أعداد فقط لكن مخطوطة قديمة جدا طبعا احنا عارفين إن إنجيل يوحنى تكتب في أواخر القرن الأول الميلادي يعني بعد خراب أرشالين بفترة زمنية وبدأت الفلسفة اليونانية تنتشر وكتب هذا الإنجيل في أسيا الصغرى أو منطقة تركيا اللي بنسميها تركيا النهاردة أو كان اسمها القديم أسيا الصغرى ترجع قيمة هذه المخطوطة إنها بترد الإدعاء القائل فيه إدعاءات بتقول إن إنجيل يوحنى تكتب في النص الثاني من القرن الثاني يعني بعد سنة 150 ميلادية 160 ميلادية 190 ميلادية قال له إنجيل يوحنى ما تكتبش قبل المدة دي لكن هذه المخطوطة بتفسد هذا الإدعاء لأن هذه المخطوطة برغم أنهم أربع أعداد قليلين لكن بتثبت صحة الإنجيل كله إنه تكتب سنة ما بين 125 ل130 ميلادية عمر المخطوطة دي هو الإنجيل يوحنى تكتب قبل كده بس عمر المخطوطة دي بيرجع لسنة 125 إلى 130 ميلادية فده أبطل إدعاء اللي بيقول إن هي تكتبت بعد كده وده بيثبت مصدقية وطبعاً لما بنقارن أربع أعداد الآيات دول بالآيات اللي عندنا بنلاقيها تتطابق تماماً برغم أن هي بكل دقة بكل دقة هل هناك مخطوطات أخرى لها نفس الأهمية والقيمة كمخطوطات جون ريلاند آه في مخطوطات عالمية مشهورة قوي في مخطوطة تانية اسمها مخطوطة الإسكندرية وده نسبة إلى مدينة الإسكندرية هي كتبت في الإسكندرية وتم كتابتها في أوائل القرن الخامس الميلادي كتبت هذه المخطوطة أوائل القرن الخامس الميلادي ظلت موجودة في الإسكندرية لفترة طويلة من الزمن وبعدين جاء الباتريارك كيرولوس لوكارس الكريدي سلمها للسفير البريطاني في تركيا عشان يقدمها للملك شارل الأول ملك بريطانيا هدية قال يقدمها هدية نقلت لبريطانيا هذه النسخة سنة 1628 ميلادية وقعدت في المكتبة الملكية فترة وبعد كده نقلت للمتحف البريطاني هي موجودة الآن في المتحف البريطاني بتشمل كل أسفار العهد الجديد ما عدا جزء صغير من إنجيل متى هو المفقود بس كل أسفار العهد الجديد موجودة وجزء من إنجيل متى موجود ولما بنطابق هذه المخطوطة المشهورة بمخطوطات الكتاب المقدس اللي بين إدينا والإنجيل اللي بين إدينا بنلاقيها تتطابق تماما شكرا جزيلا قصي السامح على كل هذه المعلومات القيمة وتفسيرات النبوات العهد القديم شكرا أعزائي المشاهدين لقد انتهى وقت الحلقة وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى لكم مني تحية خاصة جورجات كينتي ولا تنسوا أن ترسلونا على عنواننا البريدي الظاهر أمامكم على الشاشة اشتركوا في القناة